اشتركوا في القناة على اسئلتنا والذي نحن معه في حوار هو تقابل مع السيد المسيح الذي غير حياته وأعطاه أملا ورجاء جديد رابي جيسون سعيد أن أرحب بك ثانية وأن أتناقش معك وأن أتحدث عن عدة أشياء تهمنا وهأنا أقول لك السلام عليكم عليكم السلام لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن يسوع وعن كيف يصير الله إنسانا وكيف أتى إلينا ونود أن أستمر في مناقشة ذلك هناك سؤال كان عندي قبل أن أتعرف بيسوع لقد كان يزعجني بشدة عندما أسمع لفظ ابن الله فبالنسبة لي الله ليست له زوجة وهو ليس إنسانا فكيف يمكن أن يكون له ابن وكمسلم فخور كنت أفتخر بأن أقول إن الله ليست له عائلة ولا ابن ولا بداية ولا نهاية ثم فجأة أقرأ في الإنجيل أننا لله ابنا أنت يهودي كيف كنت ترى ذلك؟ وما الفرق وأنت الآن تتبع المسيح؟ أنا أتفق معك تماما أن الله ليس له ابن بالطريقة التي ننجب بها أنت وأنا ونأتي بأولاد نعم لا يوجد أبناء جسديون لله فأول شيء نتفق عليه صحيح أن الأمر ليس جسدي الأمر ليس جسدي لأن الله لا يمكن أن فالله خارج نطاق المكان وفي قدسياته وفي صلاحه وعظمته لا يمكن أن تكون له علاقة بالبشر لا فالأمر يشبه حينما نتكلم عن يد الله في الكتاب المقدس فهو يستخدم هنا صورا استعارية فاليد تدل على القدرة ولكنها لا تعني حرفيا أن الله في السماء لديه يد جسدي لذا أقول لصديق المسلم الله لم يصنع علاقة مع أي شخص وعندما نقول ابن يجب علينا أن لا نفكر في أولادنا نحن صحيح حسنا إنه وصف يساعدنا فقط كبشر محدودين على فهم العلاقة الروحية الموجودة داخل الله نفسه حسنا وهذا اللفظ ابن الله أهو فقط في العهد الجديد؟ أم تعتقد أنت أن له جذورا قبل ذلك؟ لا إنك تجد جذوره أبعد من ذلك فهناك مقطع صريح جدا إن نجده موجود في صفر إشعياء في إشعياء الأصحاح السابع نقرأ أعتذر في الواقع في إشعياء الأصحاح التاسع نقرأ الآتي الآية ستة لأنه يولد لنا ولد ونعطى إبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه باليويت أي عقبا مشيرا الجبور إلها قديرا آفياد أي أبا أبديا صار شلوم رئيس السلام صار شلوم صار شلوم رئيس السلام تأمل فيولد لنا ولد ونعطى إبنا والأسماء التي تعطى لهذا الإبن لا يمكن أبدا لبشر أن يطلقوها على أنفسهم آفياد آفي تعني أب أي أبا أبديا آل جيبور إلها قديرا صار شلوم رئيس السلام كل هذه الألقاب فقط تطلق على الله وحده ويستطرد قائلا الآتي لنمو رياسته وللسلام لا نهاية لا نهاية للسلام على كرسي داود وعلى مملكته يثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد فمن الواضح أن الكتاب يتحدث عن ابن سيكون له أصل سماوي لا بشري وفي إشعياء تسعة يتعلق بما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة في إشعياء سبعة يقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمان إيل الله معنا نعم ويمكنك أيضا أن تربط ذلك بالبداية ففكرة الابن هذه نعم ليست موجودة فقط في إشعياء لا لأنه حينما تقرأ الآية الافتتاحية لسفر التكوين برشيد في العبرية الكلمة الأولى برشيد برأة أي في البدء خلق الله ولكن طريقة أخرى لقراءة الكلمة العبرية برشيد تجد الآتي من خلال الريشيد والريشيد هو لابن البكر فمن خلال لابن البكر ألوهيم برع أي خلق الله السموات والأرض فبداية من الكلمة الأولى للوحي المقدس يمكن أن يفهم بتفسير آخر أنه بسبب الريشيد بسبب لابن البكر خلق الله العالم فالسؤال هو كيف تفسر الآية من نسبتي لنا الابن هو المسيح نعم وواو إذن فهذا يعني أنه حينما نقرأ في يحنى واحد حيث قال كل شيء به كان هذا هو الرشيد الذي تجده في كلمة في البدء نعم بكل تأكيد يحنى واحد يعود بالنظر إلى تكوين واحد فهو في الحقيقة يبدأ مثل تكوين واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله كل شيء به كان بمعنى من خلال الكلمة إذن نعم هذه هي قراءة دقيقة للآيات الافتتاحية لسفر التكوين تمكن قراءتها أن الله خلق من خلال ابنه البكر وطريقة أخرى لفهم ذلك هي أن الله خلق العالم بسبب ابنه البكر أي أنه لو لا وجود لابن البكر الله ما كان ليخلق العالم لأنه كان يعلم أنه سوف يوجد سقوط يتسبب في دخول الخطيئة إلى العالم والمسيح لو لم يوافق على أن يأتي وأن يتألم لما وافق الله على خلق العالم ويعود هذا إلى سفر رؤية يحنى إنه الحمل المذبوح قبل تأسيس العالم واو لقد ذكرت كلمة المسيح عدة مرات نعم وهذا ما يجعل يسوع شخصية فريدة بكل تأكيد إن فهم الشخصي للمسيح عندما كبرت نحن نقول في العربية يسوع المسيح وقد كان المسيح بالنسبة لي هو شخص يقول من قرية إلى أخرى لذلك كانت قدماه مسطحتين ليس كذلك أو أنه كان مجرد شخص يقول في الأرض كلها لذا تأتي كلمة مسيح من الفعل مسحة أو مسيح هذا هو المعنى؟ أنا قولك هذا مثير للاهتمام أراه تأملاً مهماً فكرة القدم المسطحة ليسوع ما قلته عن قدم المسيح أمر مثير لأن واحدة من النبوات الأولى عن المسيح موجودة في تكوين ثلاثة أنت تعلم قصة آدم وحواء عندما جرب كل من آدم وحواء على يد الحية عندما أقنعتهما أن يأكلها من الشجرة وسمعا كلام الحية والحية هي الشيطان وجزء من الدينونة التي أعلنها الله هي أن نسل المرأة سوف يسحق رأس الحية فالصور الكتابية الأولى عما سيقوم به المسيح وعما سيفعله هو أن قدميه سوف تسحقان حرفياً رأساً كل القوات الشيطانية في العالم وسوف تخدعان كل قوة للحكم العادل لله وهل فعل ذلك؟ هل هو بالفعل سحق الشيطان؟ بالتأكيد نعم لقد هزم إبليس على الصليب وقد بدأ العملية التي سنراها في النهاية عند مجيئه الثاني لقد بدأ في سحقه وحرفياً نجد أن قدمي المسيح قد ثقبتان ربما هذا جزء من تلك العملية ولكن كلمة مسيح تأتي في الواقع من الكلمة العبرية الممسوح والتي تأتي من فعل مسحة لذا فالأمر المثير عندما كبرت كنت متحيراً لأن العهد الجديد يشير عادة إلى يسوع على أنه يسوع المسيح نعم وأنا كنت أظن أنه كما أن اسمي جيسون سوبو كنت أظن أن هذا لقب العائلة ماريام ويوسف ويسوع المسيح السيد والسيدة المسيح مصرور لمقابلتكم والأمر ليس كذلك ليس كذلك حسن فالمسيح هو الكلمة اليونانية لكلمة المسيح أو مسيح والتي تعني الممسوح حسناً وماذا تعني كلمة الممسوح؟ فهناك الكثير من الملوك الذين مسحوا هل وضع الزيت على رأس ذلك الشخص؟ ما النتائج المترتبة على ذلك؟ حسناً من الواضح تماماً أن موضوع المسح في الوحي العبري كان للأنبياء والكهنة والملوك وتحديداً في هذه الحالة نجد أن الحفيد النهائي لداود الذي سوف يكون ملك الملوك كان سوف يصير الممسوح أي أنه سوف يصير مفوضاً حتى أكثر من داود لأن يملك وأن يسود كتحقيق لتلك النبوءة المكتوبة عن المسيح وتقول فيمتد ملكه لأقاصي الأرض وتكون المسحة ليثبت مملكة الله وتعطيه المسحة أن يقوم بعمل معجزات تعطيه قدرة وتمكنه المسحة من هزيمة كل قوات الظلمة في العالم والتي تعاد الله حتى تتثبت مملكته على الأرض كما هي في السماء فالأمر هنا أكثر من مجرد كونه شخصاً يسير من قريتين إلى أخرى إنه أعلى لقب يمكن منحه إلى شخص ما في الوحي العبري هذا اللقب له تفرده مخصص لأن يعطى في النهاية للمخلص والفادي الموعود وللملك المسياني الذي سيملك على العالم بأسره وووو وهذا هو الشخص الذي قابلني وقابلك وقد غير حياتك وهو يملك الآن حياتنا إنه يملك في حياتنا وعندما رأيت تلك الرؤية الخاصة بيسوع كان جالساً على عرش في مجد عظيم وذا قدرة ونحن نرى ذلك معه فحرفياً قد خلق الله العالم بالكلمة وبنفس الطريقة كان كل أمر ليسوع ينفذ كل أمر له كان يتحقق حتى عندما جاء الجنود ليقبضوا عليه قال أنا هو فا فسقطوا لأنه كان ممتلئاً من حضور الله وقوته كملك بل ملك الملوك لقد فهمنا الآن كلمة المسيح لقد كنت أؤمن أيضاً بأن يسوع هو كلمة الله نعم أتفهمني؟ فهل هذا أهمية ما؟ أو ماذا يعني أن نقول إنه كلمة الله؟ نعم في غاية الأهمية هل هذا يعني شيئاً؟ نعم لأن هذا يعود بنا قبل أن يكون الإبن كان هو الكلمة في الأزل كان هو كائناً كالكلمة والكلمة اليونانية في يحنى لوجوس وفي العبرية والأرامية هو الممراء والفكرة هي أن لوجوس كانت تعني حكمة الله أي أنه يقول إن الله قد خلق العالم من خلال الحكمة وهو لا يقصد بالحكمة الذكاء ولكنه يقصد حكمة الله المعلنة وكانت تلك هي الفكرة التي تحققت في يسوع المسيح فالأمر أكثر من مجرد حكمة أو ماذا؟ نعم إن الأمر أكثر من مجرد الفهم البشري إنه العقل إنه العقل الكلي الفهم لله حينما أقول إن يسوع هو كلمة الله فأنا في الحقيقة أقول إنه الله ماذا عن قولي إن يسوع هو روح الله؟ إنها حقيقة أخرى فالأمر يتعلق بالطبيعة الإلهية فلم يذكر هذا قط عن أي شخص آخر في كل الكتاب المقدس في العهد القديم فكرة أخرى هل يؤكد كونه الله أنه بدون خطيئة بلا خطيئة؟ بكل تأكيد لأن الكتاب المقدس يوضح أنه ليس بار ليس ولا واحد لذا فكونه بلا خطيئة يشير إلى حقيقة أن له أصلا فريدا وماذا عن هزمته للموت؟ وأن الموت لم يقدر عليه وحده صانع الحياة هو من يهزم الموت فحينما يقول أصدقاؤنا المسلمون أن يسوع هو كلمة الله وهو روح الله وأنه بلا خطيئة وهو حي فهم يقولون إنه الله بكل تأكيد بكل تأكيد عندي سؤال آخر نحن كثيرا ما نسمع يسوع يقول في العهد الجديد إنه مكتوب مثل ما قال إنه مكتوب عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم يوجد في الإسلام مفهوم الإلغاء أو النسخ فالسورة اللاحقة أو السورة التي جاءت في النهاية تلغي أو تنسخ ما جاء قبلها فهل كان هذا ما فعله يسوع عندما جاء فهل صار العهد القديم بأسره باطلا بالطبع لا وهو قد أتى بمفهوم جديد لا فهو يقول في آيات سبقت ذلك إنه إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس ماذا يعني هذا؟ إنما يعنيه الكتاب هنا هو كل كلمة من الكتاب المقدس سوف تتحقق حتما فلا مجال لأن يكون الكتاب المقدس حرف أو تغير أو سقط جزء منه؟ استحالة وحتى عودة إلى ما كنا نتحدث عنه قبلا لقد حقق يسوع المسيح أكثر من ثلاثمائة نبوءة عن المسيح وردت في الوحي اليهودي وردت تلك النبوءات قبل مجيئه قبل مجيئه بكثير بألاف السنين في بعض الأحيان وبعضها جاء وقد كتب قبل ثلاثة آلاف سنة قبل مجيئه لقد حقق كل وعد كل كلمة كان يجب أن يكون المسيح شخصا قد حفظ كلمة الله لم يكن ممكنا أن يكسر أي من وصايا الله وإلا صار خطئا ولا يكون مؤهلا لأن يكون المسيح دعنا نقضي بعض الوقت في تلك النبوءة إنك تقول لي إنه عندما ولد يسوع لم يكن الأمر مجرد مجيئ الملاك لمريم وإنجابها لهذا الطفل الذي لم يعرف أحد والده إنك تقول إن القصة أكبر من ذلك وقد كانت قبل مجيئ الملاك لها طبعا تكلم الكتاب عنه قبل وقوع الحدث بالفعل بأكثر من سبعمائة سنة على يد الأنبياء المتنبئين بأن المسيح سيولد ميلادا فريدا وسيولد من عذراء حتى يظهر لنا هويته الفريدة والهدف الفريد الذي سيكون له في خدمته على الأرض كان هذا ما يعنيه عندما يقول إنه مكتوب أما أنا فأقول لكم كذا وكذا بالفعل نعم إن ما يحاول أن يقوله هو إن الفكر اليهودي كان يظن أنه حينما يأتي المسيح فإنه في الواقع لن يناقض أبدا ولكنه سوف يدعم قدرة البشر على فهم وحفظ وصايا الله على سبيل المثال كانت سوف تحدث مشكلة لو قال قيل لكم في الماضي ولا تفعله بعد الآن حسنا إنما كان يفعله أو يقوله هو على سبيل المثال لقد قال قد سمعتم أنه قيل لا ترتكب الزنا نعم أما أنا فأقول لكم لا يجب أن تشتهي امرأة غيرك حتى في قلبك إنه لا ينقض الوصية لازلت ممنوعا من ارتكاب الزنا ولكنه يتوغل إلى السبب الجذري ويقول إن السبب الجذري للزنا هو الشهوة في القلب إذن فلا تحمل الشهوة في قلبك إنه يحاول أن يساعدنا أن نعيش حياة تكون بارة وصالحة ومقدسة لذا فإنه يرفع المعايير ويعدنا أن يعطينا روحه القدوس ليمكننا أن نعيش بطريقة تجعلنا لا ننكسر هذا هو الهدف من كلامه إنه لا يزيل ولا يمحو ولكنه في الحقيقة يدعونا جميعا إلى معيار أكثر اتساقا لأن ذلك كان قصد الله الأصلي إنه لا يريد منعنا من الفعل فحسب بل يريد أن ننزعه من قلوبنا إذن فهو يعيدنا في الحقيقة إلى مصدر الخطيئة فقبل أن أقتر شخصا يجب أن أكرهه أولا صحيح أنا أعتقد أن هناك جانبين لوصايا الله هناك جانبان للشريعة فهناك الشريعة الحرفية بمعنى الأشياء الحرفية التي يصين الله بفعلها أو بعدم فعلها ثم نجد هناك الروح وراء الوصية بمعنى أنه مثلا يمكنك حفظ وصايا الله ولكن بجسدك فقط أن تقوم بعمل ما بغير إخلاص وقد يكون ذلك كتقليد أو ممارسات أو عادات ولكنه ليس من القلب الله يريد قلوبنا إنه يريدنا أن نكون أناسا حسب قلبه لذا فما كان يحاول الوصول إليه هو الدوافع داخل قلبك هذا مثير جدا للاهتمام ويجب أن نفهم أن يسوع كان معلما كان رباي لذا فواحد من الأشياء التي كان يفعلها وكذلك المعلمون حسب الوحي اليهودي هو مساعدة التابعين والأفراد على فهم تطبيق الوصايا تطبيق الكلمة المقدسة على كل حياتك اليوم وهذا جزء مما كان يفعله من تعليمه يعلمهم ويشرح لهم المعنى الأعمق والأهمية الأعمق لا تنقض على الإطلاق بل كان يشرح الهدف الحقيقي لما كان يقوله الله وهو الأبعد من الحرف نعم هل تؤمن أن يسوع حي؟ أنا أؤمن أنه حي أنا كمسلم كنت أؤمن أيضا أنه حي فما الفرق؟ أعتقد أن الفرق في فهمنا لفكرة أنه حي وأيضا فهمنا لدوره وهدفه في هذه الحياة نعم إننا نقول إنه حي ولكن ما نؤمن به هو أن موته وقيامته قد أعلناه ملكا علينا وقد قلنا قبلا إنه عندما كان أمام قياف رئيس الكهنة سأله هل أنت المسيح أجاب من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء إن هذا تحقيق لمزمور مئة وعشرة حيث تقول النبوءة عن المسيح قال الرب لربي لاحظ أن الرب قال لربي فهناك اسماني سماوياني قال الرب لربي فإلى من يتحدث؟ نعم من الواضح أن الله يتحدث إلى شخص ما وله اسم سماوي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك سنتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة ولكن الآن أود أن أؤكد على أنه حي وأن المسيح الذي أقام أناسا من الموت وشفى مرضى لديه القوة للقيام بهذا اليوم بكل تأكيد وإيمانا بهذا هل يمكن أن تصلي معنا وأن تطلب منه إذا كان هناك شخص في أي مكان في حاجة إلى شفاء يحتاج أن يلمسه الله وأن يقيمه هذا المسيح من ذلك الموقف الذي هو فيه لأن الرب حي قدنا في صلاة ليسوع المسيح بكل تأكيد الرب قادر أن يلمسك إنه جالس عن يمين الآب ويريد أن يجلسك معه في أرقى مكان لذا فنحن نؤمن أنه الآن سيلمسك فيما يخص أي شيء تحتاجه إننا نصلي لك الآن من أجل أصدقائنا وأخوتنا وأخواتنا أنه إذا كان هناك أي سرطان إذا كانت هناك أي أمراض في القلب أو إذا كان هناك أي اكتئاب أو إذا كانت هناك أي مشاكل مادية إننا نطلب منك أن تغلب المرض لقد أتيت لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل نؤمن بالشفاء الجسدي ونحن نؤمن بالشفاء العاطفي ونؤمن بتسديدك للاحتياج المادي نؤمن ببركتك الآن في اسم يسوع المسيح فادين المخلص الذي بجلدته ستشفى وسوف تبرأ وستعرف قوة رب يسوع المسيح ومجده آمين آمين ولأنه حي نستطيع أن نكلمه بالتأكيد كل يوم إنه يسمع وفي هذه الحالة هل يجب أن أغتسل؟ أو هل يجب أن أجلس على الأرض؟ في أي وضع يجب أن أتكلم معه؟ في أي وقت وأي مكان وهو سيسمعني هو يسمع ما الذي يجعلني متأكدا من أنه يسمعنا أو يسمعني؟ إن هذا هو وعد الله فهو يقول إننا نستطيع أن نأتي أمام عرش نعمته في وقت حاجتنا وهو يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة لتعلم طلباتكم لدى الله والسلام سلام الرب الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع إنه يعيد بأنه يسمعنا إذ يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر يريدنا أن نأتي كما نحن تعال كما أنت لا تحتاج إلى الاغتسال لا تحتاج لأن تكون إنسانا صالحا أنت تحتاج فقط لأن تأتي لأنه يحبك ويريدك أن تكون معه وإذا كنت مثقلا بأحمال كثيرة وبأسئلة كثيرة عن الحياة إذن فالرب يريدك حسنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم الرب وعدنا بذلك الراحة من الأمور المادية فقط أم الروحية أيضا؟ راحة روحية وعاطفية حتى نستطيع أن نتجدد وأن نسعد به لأنه حينما تعلم أن خطياك مغفورة وأنك محبوب ومقبول تعلم أن الله يهتم بك وأنه قريب منك فهذا يعطيك إحساسا بالحرية إحساسا بالانتعاش إحساسا بالتجديد والشفاء نعم هل تستمتع بأن لديك علاقة مع يسوع المسيح؟ أم أن هذا مجرد ديانة؟ لا 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 إنه أفضل أمر حدث لي على الإطلاق في حياتي فالله حقيقي ويسوع حقيقي وهو يريد حقا أن يتعرف بكل واحد منه بشكل شخصي جدا وأن يكون موجودا لنا واو رابي جيسون شكرا جزيلا من دواعي سروري أن أصطديك شكرا أنا أحبك أيضا شكرا شكرا واليوم يسوع المسيح الذي غير حياتي والذي غير حيات رابي جيسون هو يبحث عنك ويريد أن يعرفك ويقابلك وأنا أتمنى وأصلي أن تقبل دعوته لك لأنه قابلك أولا عندما مات على الصريب من أجلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر